موسيقى مازلنا نحن في وحدة الحضارة لمقرر قضايا فلسفي نفسي اجتماعي للثالث ثانوى الأدمة لاحظوا معي هذه الصورة هي صورة لمدينة القيروان مدينة القيروان هي مدينة عظيمة وتاريخية وأثرية للحضارة العربية الإسلامية وهي رمز حضاري راق جدا وتوجد في تونس وتبعد 160 كيلو متر عن العاصمة الحالية من هذه المدينة انطلقت الفتوحات العربية الإسلامية إلى بلاد أوروبا الأندلس وما حولها أي إسبانيا وإلى بلاد أفريقيا هنا عندنا صورة الغاز حيرت العالم نلاحظ في هذه الصورة هنا شيء متفجر غاز متفجر أو شيء من التفجيرات الغازية هنا نرى شبيه بطائرة طائرة هي صور ونرى هنا عن وسائل تقني حديثي فيزيائي أو كهربائي هذه الألغاز لم يستطع العالم اكتشاف حقيقتها معنى هذا الكلام أن هناك عوالم خلقها الله عز وجل ووصلت إلى تقني راقي جدا ولكنها اندثرت لسبب الحروب أو الكوارث الطبيعي هذه الحضارة الحديثة عبر عن كرة أرضية موجودة عليها مباني ناطحات السحاب وشوارع منتظمة ماذا سنتعلم من هذا الدرس سنتكلم عن حوار الحضارات وشروطه أي شروط حوار الحضارات سنتكلم عن نظرية هنتكتون في صراع الحضارات بدل الغاء في هندغتون نلفظ هندكتون أسهل لللفظ قيمة نظرية هنتكتون أيضا التمييز بين حوار الحضارات وصدام الحضارات إذن عندنا أربع فقرات رئيسية سنتكلم عنها إن شاء الله عندنا الكلمات المفتاحية الحوار والصراع قلنا نحن في الدرس الماضي تعريف الحوار فيك تعرفين الحوار تذكرين فيها نور خالد هو أداة تكشف عن الحقائق والأشياء الخفية التي تتم بالإجابة عن كثير من علامات الاستفهام والإشكالات العالقة في الزهن ممتاز إذن نحن إذا قلنا هو الأداة لكشف عن الحقائق الخفية بكفي عن الأشياء والحقائق الخفية بكفي أو الإجابة عن أسئلة الاستفهام التي تكون عالقة في الزهن أو إشارات الاستفهام الصراع هنا معنى الصراع يعني التنافس إما أن يكون صراع بحرب حقيقية مباشرة أو صراع عن طريق الحرب الباردة يعني كيف الحرب الباردة يعني حرب الوكالي كما نرى نحن إسرائيل تحارب العرب والمسلمين من نفل جلدتهم يعني تزرع الفتنة بينهم وتمدوا هؤلاء وهؤلاء حتى يقتلوا بعضهم البعض أما الهدف الأول من هذا الدرس شروط الحوار هنا كرة أرضية موجود عليها مباني وهذه الكرة موجود عليها حضارات متعددة طيب أول فقرة من هذا الدرس وهو هي حوار الحضارات أم صراعها قال لي كي يثمر حوار الحضارات ويفحقق نجاحه وأهدافه لا بد من توافر مجموعة شروط ومن أهمها قبل أنا ما أبدأ في شروط حوار الحضارات أنا قديما نحن عرفنا الحضارة الحضارة بشكل عام قال لي هي مجموعة من الميزات والخصاص الاجتماعي والديني والخلقي والتقني والعلمي والأدبي والفني يمتاز بها شعب معي إذن هي مجموعة من كافة المظاهر الموجودة في المجتمع من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الاقتصادية ومن ناحية تقنية ومن ناحية المعيشية ومن ناحية الأدبية ومن ناحية العلمية ومن ناحية الفني تكون هذه الحضارة تتميز عن بقية الحضارات الأخرى هنا عندنا حضارات نحن في مجتمعنا الحالي أو عصرنا الحالي في عنا حضارات متعددة في عنا الحضارة الأوروبية في عنا الحضارة الأمريكية في عنا الحضارة الصينية في عنا الحضارة اليابانية في عنا الحضارة الأفريقية في عنا الحضارة العربية الإسلامية قال لي كي يثمر حوار الحضارات ويحقق نجاحه وأهدافه ولا بد من توفر مجموعة شروط من أهمها عندنا أربع شروط أساسي من أجل أن يكون الحوار مثمرا أولا الاعتراف في الآخر أنا إذا بدأت حاور حضارة لحضارة إذا كانت حضارة مزهرة وحضارة متفككة فلا يعني أن الحضارة القوية تهمش الحضارة الأخرى يجب أن تعترف بها وبوجودها وبقيمتها أولا الاعتراف في الآخر قال يقتضي الحوار قبولا مبدئيا بوجود الآخر وبحقي في هذا الوجود وبخصوصيته التي لا يجوز لأحد أن يسعى لتغييرها كل حضارة إلى خصوصيته إلى حق في الوجود إلى حق في العيش إلى حق أن تقتني وتحصل على كافة الأشياء الضروري في هذه الحياة وغير الضروري قال ليس المقصود بالاعتراف الآخر مجرد المعرفة بوجوده يعني فقط أنا أعترف وجودك لا بل يضاف إليها الاعتراف في حقوقه واستقلاله وتماثله مع الأنا في الإنسانية كيف تماثله مع الأنا؟ يعني أنا شخص والذي يقابلني شخص آخر أنا لا أعتبره أنا وهو يعني إلو وجوده إلو إنسانيته فلا بد من الاعتراف بوجود الإنساني بين الحضارات ينطوي الاعتراف أيضا على أن التعارف يقتطي تقاربا بين المتعارفين وتسليما متبادلا باختلاف كل منهما للآخر لا يعني لاحظوا معي أنا في درس الاختلاف قلنا هي صبغة كونية أصلت الحياة بألوانا مختلفة من المعرفة والإدراك أو التفكير يعني أن الناس على وجه الأرض متميزين ممكن لهم بيتفقوا مع بعضهم حتى لا يوجد على وجه الأرض اثنين بيتفقين في آراء مي بالمي لا إلا يكون فيه هناك اختلاف حتى لو كانوا أخوة أو كانوا زملاء في التعليم بنفس الاختصاص وهنا نرى أيضا أن الحضارات يوجد فيها اختلاف فأنا لا يجب أن أعترف فيه أن هناك اختلاف ولكن الاختلاف لا يعني أني ضد هذا الاختلاف لا هناك تبادل في المعارف والآراء إذن الشرط الثاني وهو التبادل الحضاري أنا اعترفت وجود الحضارة الأخرى من شروط حوار الحضارات الشرط الثاني التبادل الحضاري عندنا تعليل هام جدا يعد التبادل الحضاري شرطا من شروط نجاح الحوار بين الحضارات يعني التبادل الحضاري ليس فقط في الثقافي وليس فقط في العلم وليس فقط في التكنولوجيا وليس فقط في الدين إنما في كافة المجالات الأدبي والعلمي والفنية والاجتماعي وما شبه ذلك على ذلك قال لكي يقول لكل طرف من الأطراف حق التعبير عن رأيه وبيان موقفه من القضايا التي يجري الحوار حولها إذن كل إنسان إله حق لكل طرف من أطراف الحضارات الأخرى يجب أن الإنسان حق في التعبير عن رأيه وبيان موقفه من القضايا التي يجري الحوار حولها قال بغير ذلك يصبح الحوار فرض وجهة نظر أو إملاء رأي لا يستفيد منه المتكلم أو السامع كما نرى احنا في عصرين لحالي نرى أن الحضارة الأمريكية والحضارة الأوروبية مهيمنة على عدة حضارات ولا تسمح للحضارة الأخرى بالتطور والازدهار أبدا هي لا حق لها أي حق لها ما لا يحق لغيرها هذا لا يسمى حوارا إنما يسمى إملاء أو فرض رأي على رأي آخر الشرط الثالث وهو الثقافة من شروط نجاح الحوار واستمرارها أن يكون نشاطا دائما ومتجددا يعني الحوار ما بدي يكون أنه أنا لا صار في لقاء واحد أو لقائين لا بدي يكون اللقاء متواصل ودائم ومستمر علل ذلك قال لأن الإحاطة بجوانب التميز التميز عفوا لأن الإحاطة بجوانب التميز ثم الاستفادة منها في تبادل الخبرة والمعرفة لا يتمان في جلسة أو عدة جلسات حوارية بل يحتاج الحوار إلى تواصل مستمر إذا أنتوا بتلاحظوا معي إذا بدي ساب رئيس دولي إلى دولي أخرى زيارة ودية أو زيارة عمل رئيس الدولي عندما بيساب ياخد معه وزراء ياخد معه وزير الاقتصاد وزير التجارة وزير المواصلات وزير النقل وزير الخارجي وزير التعليم وزير الصناعة وما أشبه ذلك بالمقابل الرئيس الثاني في الدولة الأخرى أيضاً بيجمع الوزراء من نفس الاختصاص فإذن الحوار بدي يكون من كافة جوانب ومو ليس فقط من كافة جوانب بدي يكون فيه تواصل مستمر أنه أنا من جلسة وجلستين ثلاثة ما بقدر اكتسب أو اقتبس الحضارات أو المعلومات من الحضارات الأخرى قل يتعدد المشاركون فيه بتعدد جوانب الحياة بحيث يؤدي الحوار اقتماره ويحقق أهدافه يعني يتعدد المشاركون أي الإختصاصات حتى وزير الصحة أنا نسيت وزير الصحة أيضاً الصحة بدي يكون كمان في تبادل طبي بتعدد جوانب الحياة الحياة ليست فقط جانب طبي ولا جانب تعليمي ولا جانب اجتماعي ولا جانب اقتصادي هي الحياة فيها جوانب متعددة وكثيرة يجب أن يكون الحوار من كافة الجوانب وليس من جانب واحد وأيضا أن يجب أن يكون الحوار مستمر أما محور نجاح الحوار فهو الثقافة إذن الثقافي من كافة المجالات هو محور الحوار الثقافة ليست محصورة في التعليم وليس محصورة في الاقتصاد الثقافة في كافة المظاهر وكافة المجالات التي تعبر عنها الحضارات المختلفة ثم النشاط البشري الذي تتمثل فيه هذه الثقافة بهذه الصورة يستمر الحوار بين الحضارات وينجح إذا كان في حوار مستمر بكافة المجالات ويكون هناك ثقافة راقي بين المتحاورين فهذا الحوار يصبح ناجحاً أما إذا أريد بالحوار بين الحضارات خضوع الناس لنمط واحد من أنماط الحياة البشرية وتحويل الأساليب المتباينة إلى منظومة تفرضها الحضارة بعينها فبهذا يؤدي إلى نقص مبدأ الحوار وأساسه مثل ما تكلمنا سابقاً أن الحوار بدي يكون في اعتراف الآخر واحترام متبادل بين الطرفين أما إذا كان القوي بديف رضائه على الأخير فهذا ليس بحوار الشرط الأخير وهو الخصوصية الثقافية قال إن أول خطوة في طريق الحفاظ على الخصوصيات الثقافية هي إثبات الهوية ومكوناتها يعني أنا مثلاً سوري أنا مواطن عربي سوري أنتمي إلى القطر العربي السوري سوريا تنتمي إلى بلاد الشام بلاد الشام تنتمي إلى الوطن العربي طيب إذا جئنا من ناحية القارات سوريا تتبع للقارة الأسيوية أنا إذا بدي كوني أنا مواطن بدي روح أعمل مثلاً حوار كشخص من وفد متكامل في حضارة أخرى بدي يكون أنه أنا أنا ما أتخلى عن هويته العربي أو الإسلامي أيضاً ما بتخلى عن هويته العربي الإسلامي ما بتخلى عن عن وطني عن بلدي فإذا بدي أنا أثبت أنه دائماً موجود وإلي عرافة إلى عاداته إلى تقاليده وأهم شيء فيه دينه دينه الحليفة اللي أنا أنتمي إليه قال من الملاحظ أن الصينيين واليابانيين يجدون اللغة الإنجليزية فهم متقنين للغة الإنجليزية واللغة الإنجليزية هي لغة عالمية عالياً بشكل تام لماذا أجادوا اللغة الإنجليزية؟ أجادوا من أجل معرفة التكنولوجيا الأوروبي والأمريكي أني استطاعوا معرفة أسرار الصناعة والتقدم التكنولوجي في البلاد الأوروبي والأمريكي ولكنهم لم يتخلوا عن هويتهم الصينية أو اليابانية وعن لغتهم وعن عاداتهم وعن عرافهم المنتبين إليها وعن وطنهم أيضاً لذلك هنا عندنا نصيحة لكنهم لم يسمحوا لهذه اللغة لكنهم لم يسمحوا لهذه اللغة أن تؤثر في حياتهم الاجتماعية أو عادتهم طالوا محافظين على عاداتهم واكتسبوا من الحضارة الأمريكي والأوربي هنا يقدمون نصيحة إلى العرب قال ينبغي التنبيه لأهمية الأثر الذي ينبغي على المثقف العربي القيام به في نشر الثقافة اللغة العربية وتراثها أفضل لغة بالمناسبة أفضل لغة على وجه الأرض هي اللغة العربية هي أغنى لغة في المعلومات يوجد فيها أكثر من مليون مفردي ملايين مفردات عشر ملايين مفردي أحياناً للكلمة واحدة تعطي عشر معاني أو خمستعشر معاني بتغيير شكل حركات الأحرف مرة نعطي فتح للحرب مرة نعطيه كسرة مرة نسك الحرب في الكلمة الواحدة يعطي عدة معاني قال وينبغي على المثقف أن ينفتح على الثقافة على ثقافات الأمم الأخرى إذا نحن كمسلمين إذا نحن عشنا في البلاد أو درسنا في البلاد الأوروبي أو الأمريكي أو حتى الياباني نحن ما نظلم حافظين على أساسنا وعلى وطننا وعلى تراثنا ويكون الهدف منه هو فائدة حضارتنا وليس الانسلاخ عنها فهذه تسمى الخصوصية الثقافية لهن نحن بيكون نتهينا من أول فقرة حوار الحضارات وشروطه أول فقرة من هذا الكتاب عندنا أربع شروط لحوار الحضارات وهو الاعتراف الآخر اثنين التبادل الحضاري ثالثا الثقافة رابعا الخصوصية الثقافية السؤال الآن وعد خالد يعد التبادل الحضاري شرطا من شروط نجاح الحوار بين الحضارات على ليل ذلك فاطمة زهراء مصطفى لأن لكل طرف من الأطراف حق التعبير عن رأيه وبيان موقفه من القضايا التي يجري الحوار حولها أحسنت يا فاطمة إذن لكي يكون لكل طرف من الأطراف حق التعبير عن رأيه وبيان موقفه من القضايا التي يجري الحوار حولها ميساء خالد من شروط نجاح الحوار واستمراره أن يكون نشاطاً دائماً ومتجدداً علل ذلك لأنه يمكن من الإحاطة بجوانب التمييز والاستفادة من تبادل الخبرة والنمو والرقي ويحتاج لتواصل المستمر ليؤتي الحوار تماره ويحقق أهدافه نعم صحيح صنطي لأن الإحاطة بجوانب التمييز ثم الإفادة منها في تبادل الخبرة والمعرفة لا يتمان في جلسة واحدة لا يتمان في جلسة واحدة حوارية بل يحتاج الحوار إلى تواصل مستمر السؤال لفاطمة محمد ما هي الشروط الواجب توافرها لتتحقق الحوار بين الحضارات الاعتراف بالآخر التبادل للحضارة والثقافة والخصوصيات الثقافية نعم صحيح صحيح يا فاطمة شكراً لك أنا زاداني سؤال بها الصيغة ما هي الشروط الواجب توافرها ليتحقق الحوار بين الحضارات نحن نكتب الاعتراف الآخر مع الشرح ونكتب التبادل الحضاري مع الشرح ونكتب الثقافة مع الشرح ونكتب الخصوصيات الثقافية مع الشرح ولكن لا يأتي سؤال بهذه الضخامة قد يأتي سؤال عدد شروط الواجب توافرها في حوار الحضارة والشرح مثل الشرطي التبادح الحضاري والثقافة أو أشرح الاعتراف بالآخر والخصوصي الثقافي